ألم بكم الوراية ده ايوه ده ده باب مقبرة لكن احنا هنا مش في المقابر احنا هنا في قصر المزيع اللي كلنا بنحبه ونعرفه كويس شريف مطكور احنا كنا جايين رحلة للقصر ده عشان نتعرف عليه لكن انبهارنا بحاجات كتيرة جدا من ضمنها ابواب المقابر اللي موجودة هنا لكن في الرحلة دي مش ده بس اللي ابهارنا ده حاجة من حاجات كتيرة جدا مبهرة في الحلقة دي اللي هنتعرف منها على شريف مطكور كأننا بنشوفه لأول مرة وبنكتشفه فعلا لأول مرة تعالوا اخدكم في واحدة من اهم واغرب الرحلات اللي ممكن تاخدوها لبيت اي حد في الدنيا هنكتشف اغرب قصر موجود في مصر وهنكتشف شريف مطكور المزيع اللي كلنا بنحبه كأننا بنعرفه من جديد تماما من جي؟ من جي؟ اهلا اهلا شريف اهلا يا حسن دي استانة بس مين الكابتن ده؟ دهوتش نور طب طب علي شيك ده الترحيب بتاعه اهلا 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 خش يا حسن ايه الاخبار؟ منور ازاي؟ هسلم على شريف؟ هسلم على شريف؟ هسلم على شريف يا حسن يا حسن يا حسن هسلم عليه؟ اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ وحشني دورت الاستقبال ده؟ ايه يا شريف؟ هلطلو هلناش حاجة؟ هو حبوه يا نهر ابيض هو اخري ده حبك يا نهر ابيض ايه هسلم عليها؟ ما سلمش عليها؟ طب سلم على شريف؟ لا هو مش عايزك سلم على حسن سلمش على حسن كده خبير؟ طب يا حسن كيف بقى رجلك من الحال ايه؟ هسلم على شريف؟ هسلم على شريف وهنقب كل مرة وشريف مذكور بيفتح بيته لاي كاميرا في الدنيا والاول مرة احنا بيت شريف مذكور حاجة اكسيكروسف جدا انا بشكرك جدا 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 عن انت قدتنا الفرصة دي يلا بينا يلا بينا ايه هوتش ده؟ بس هوتش عن دخلو بيته دلوقت عشان مش هتعرف تشتغل بانقوله ايه ده؟ ده بيرنيز مونتين دوج هو كالب نادر شفايا ودي نادرة برضو دي يلا بشوفها في الدنيا لا دي بيجل بأنوح اسمه بيجل يلا تعالوا احنا دخلنا هوتش بعد محاولات مضنية مضنية بصوا بقى طبعا عندي كلام كتير واسئلة كتير جدا لشريف مذكور وانا بحبك وعندي تخصي كتير جدا عايزين يتكلم فيك لكن اكيد انا هستغل ان ده اول مرة منشوف فيلا شريف مذكور او اصري شريف مذكور او مشارع شريف بيت شريف يعني بشاركة الكبيرة دي انا شايف انا حبه جدا من برا شكله مختلف جدا بس مختلف هنوريه للناس انا متشوق اعرف ايه لجوه احنا هنبدأ الرحلة من برا من بيت شريف اه من برا احنا هون زي ما انت عايز بس هو ده بيت عيلة يعني انا والعيلة كلنا ساكنين فيه فيه جزء خاص بوالدي والدتي اللي هو الجزء الفرنش شوية اللي هو المعمار بتاعه والتراز بتاعه فرنسوي وبعدين انا ملحق بيه الجناح بتاعي اللي هو واخد الستايل العربي المصري الإسلامي وبعدين بيت اخوية ومراته وولاده اللي هو واخد الطابع الانجليزي فالجزء ده ده البيت بتاع اهلي بالبرج اللي فوق ده خلاص يا عام زي بتاعي في الليلة وليلة كده انا شايف اخر البرج بقى ده ده هو اللي بتلف مع الهوى وستو ايستو اللي هي تقولك اتجاه الريح اوكي اوكي بيقف مفروض فوق ايها ديك بس وديك وقعة اوكي فده الجزء دي يشوفها دايما في الافلام الاجنبي بتاع الكاو بويز اه احنا عندنا حاجة مويزة شوية في البيت عندنا ان اه الببان احنا بنحب الببان قوي وباب البيت ده دايما بنشوف ان هو بيعبر عن الشخص اللي جوه جوه بيته فاحنا عندنا الببان بتاعتنا كلها ببان مصري قديمة كانت في بعض البيوت اللي اتهدت في اماكن كتيرة متفارقة في مصر او في مقابر بعض المقابر اللي اتهدت برضا فعلا او من زمان بيوت مقابر حديتها في بيتك اه ايه مشكلة ده خشبة يعني مش جوهها الميت مش عاد جوه لا مش هعديها انا هاوصل عندهم و هنتكلم عندهم اه يعني ايه ده غريبة جدا اه و بس فمثلا عندك ده باب ده البوابة بتاعت بيت اهلي ايه التحفة يعني تحفة معمارية غير طبيعية ده كله خشب كمية التفاصيل اه بالتمثيل زيوان طبعا البيوت كان بتبقى عالية جدا ارتفاعاتها عالية جدا فهو ده ارتفاعه يعني ده باب قديم اه 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 متاخد من ميت فاصل قديم نضفنا و حطنا وهو من نفس الزعين العزين ده انا معناش في اي حاجة ده جيبته و ده منين فيه اسواق كتيرة بتبيع الحاجات دي اوكي اه في اسواق كتير وبعديهم طبعا انا برضو بحب الجنينة بتاعتي اوي فده ده شجر اسمه بونزاي ده شجر يقول عليه مقزم يعني ده عمرها بس الجنينة بتاعتيتها عاملت ازاي اه فده ده بيهم اليابان خلي بالك انا شفت قبل كده يعني سمعت عن موضوع الشجر المقزم ده و شفت في افلاق الديوية بس عامل يفهمت هو ده طب يشرحوا لي لأ عشان ده انا عايز افهم هو ده عمرها المفروض شجرة عطيقة جدا بس ما بتطولش الفوق فحواليك كزا واحدة عندي ده شجر ياباني من الحاجات الحلول انا بحبها بعد كده بقى هنا ده مكتوب هنا شارع شريف شارع شريف اهو والجاب الاخضر ده بب الجناح يعني الخاص بيه اه مع اهلي و انا زي ما قلت لك كل الناحية بتاعتي كلها مشربيات اه اه وبالليل مها الدنيا تظلم شوية حخليكوا تصوروها هي بتنور المشربات دي كلها الوان بيطلع عنها الوان وبعدين في يا هينت حطت اسم البرنامج على ال على ال هو اسم انا ما نسمي شريف وبعدين هنا فيه ده ده الجزء بتاع اخويا عمر وهنا فيه السبيل ده الرخام اللي بنزل المياه سبيل في البيت سبيل في البيت لا ايه ده مرين اه هو ده حاجة نادرة شوية مش موجودة هتلاقيها تعال اوري هيلك ده السبيل ده السبيل بنزل المياه ده سبيل حقيقي يعني ده مش انت مش عامله مش سبيل لا هو السبيل المفروض انت بتشرب منه ده بتشربش منه ده ده ديكور يعني بس هو قديم جد عطيق يعني اه يعني ده حقيقي مش مش انت عامله لا 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 ده كان موجود فعلا في مصر زماني اه بس ده ما كانش في مصر ده كان في ايطاليا وبعدين هنا فيه ده نوع شجر برضو يعني هو نادر شوية بتدفر في بعض دي شجرة ده شجرة اه دي مجموعة دي مجموعة شجر بتدفر في بعض تديك المنظر ده ازاي كده اه يعني ده الشجر بي دي كزا واحدة وهم صغيرين بيعودوا يجدلوهم مع بعض ويجبروا لان انا بحق في بيضة ده بقى كم سنة بتمنت بيضة ده انا بقى هنا ساجن كتير كم سنة اعملوا قعدنا انعمل فيها بخامة سنة تقريبا المنشببات دي كانت في مكان بشع يعني كانت بهدلة ومرمية وانا اخدتها جددتها وقعدت توظيفها وهطيتها هنا وعندي في البيت ولما اطلع عندي في قط النوم هتشوف بشوف مينها ازاي يعني طحفة حلوه اول حاجة مصرية جدا مصرية الارابسك احنا اللي اخترعنا الارابسك صح المصرين هما اللي اخترع على الارابسك مصبهش ولا بلد في العالم بتعمل الارابسك غير عندنا في مصر ودي عاكيدة عمرها سنين كتيرة اه لا كتيرة قوي وهين كل مشربية فيها رسمة طبعا منبهر ان البيت كده انت يعني دي هواية ايه ده احنا يعني ربنا خلق لكل واحد فينا بصمة في ايده فكل واحد عنده المفروض يبقى بيت مختلف عن التانية احنا ما بنقلتش حد ما بنقلتش بيت حد فهم زي كده؟ عندنا بيتنا بتاعنا احنا بينا امنا على شخصية اهل البيت وانت بتقدي وقت تدور وتتفرج على الحاجات احنا انت بتقول لي اللي فوق ده كان في اماكن سيق وانت جبته وطلعته اه 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 بقى بعض ادور هبحبك ادور مين دور؟ هنا بقى ده الممر اللي بيوديك من الجنينة يعني من المدخل لغاية الجنينة الرئيسية معلشو ترايش فين وراي المكان اللي احنا عادي ايش اكلو شيء وقدي شكلو حلو وقدي كل حاجة احنا عدنا عليه هنا ليه حكاية يعني مش موضوع ان انا بعمل بيت حلو لا هو كل متفصيلة فيه حكاية هنا بقى فيه الحاجات ده متحناطة بس عشان ما اللي هو جماعيات الرفق بالحيونة كما يزعلوش الحاجات ده احنا ما موتنهاش الحاجات ده بعد ما بتموت بياخدوا الجلد بتاعها فيه هنا الزيبرة وبص هنا النملة ماشي زي بص النملة بص ماشي خط بخط احنا او الزب ده الزيبرة وهنا ده شيتة خلاص ده تمساح مصري تمساح النيل ده عارفينه اه ده المفروض انه هو تعبان مصري برضو واحنا عندنا في مصر تعبين بالحاجات اه 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 ودول مش مصريين لا 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 ده افريقيا هنا بقى فيه يعني بنخش على الجنينة الكبيرة الرئيسية وهنا هنا فيه تراث فيه كزا تراث فيه التراث ده الخاص بيه ده ده برضو مش مشربية ده زي بلكونة كانت بيوت زمان بيبقى فيها بلكونات زي دي انت جبت البلكونة من بيوت قديمة؟ ما البيوت دي بتتهد فالحاجات دي بتترمي وفيه ناس فبدل ما تترمي وبعدين خلي بالك ان فيه ايروبيين فيه ناس من قربة بيجو ومخصوص يستورد الحاجات دي والله العظيم اه 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 قصد ديزاين ده مستحيل تلاقيين نهاردة اه يعني يعني مستحيل يتعمل بالحلاوة والجمال والفن ده النهاردة اه 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 يعني ده بيوت دي بلكونة مصرية قديمة اه 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 وهنا فيه اه 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 انا منبهر انا مش عامل انا مش متوقع خالص اللي هيحصل هنا اه ده بيت الاهل انت عاد خمس سنين تعمل ديزاين التحفة اه وده البيت الارابيسك ده انا الارابيسك ده انت فيه قبة هناك كده ما ورا دي فوق الجاكوزي هنعملها اللي هي الهنك دي القبة دي اه احنا هنخوش جوه لسه هنتفرج على الحاجات التحفة دي وده بيت اخوية انت عايش مع عيلتك احنا مطلعش برا البيت صاحبنا مسامين ده النادي احنا عمدينه زي النادي كل حاجة جوه البيت منروحش حتة لما حصل حظر تجول والكورونا والكلام ده السنان الفاتت الطيرات بتعدي كويس فيه سياحة في الخير اه لما حصل حظر تجول وكده محسناش بفرق محسوش بحاجة لان احنا كده كده عاديين في البيت فاصحابنا بقى يجوا يعادي معين ده اخر مرة خرجتين متب لا بوسط او في الحقيقة انا اخر مرة خرجتين بارحت عشيت في عزومة كده بس ده يعني انا قلية اخرج مرة في الشهر بكتير بتحب عادة البيت والأسرة اه عادة البيت اه عادي بنعاد في الجنين انا عاد هنا انا عاد هنا بس انا حقيقي بقى دايما بقى مش قادر افهم ازاي الانسان البيتوتي اللي بيحب البيت ده رفد يتجوز يعني ازاي الميكس ده حاصل معاك يعني دي كنت بخليها للاخر يعني لما نعد ندردش بقى تعالى وريك حاجة هتعجبكوا اول عندي بحيرة سمك كده لطيفة اه بحيرة سمك في البيت اه ده بحيرة سمك اه سمك لطيف اول اسمه كوي النوع ده ده تايلاندي برضه بيعيش هتلاقي في بحيرة لطيفة اول بس انت يعني مع صوت المية مع الكريم تاخد بالك الهدوء انت بتيجي تقعد هنا بقى وقت الاستجمام اه هي المنطقة دي خاصة ببقى اخوية واكتر يعني بس طبعا ساعات بنيجي نقعد هنا ولا ده بيجيوا يعودوا هنا بقى ايه مع اصحابهم اوكي بس انا انا شغلني فكرة ان كل حاجة فيها مكان مميز يعني انت مش عامل بيت فاخ ملا انت عامل بيت مميز هو ازي ما قلت لك في الاول بيت بيانهم عن شخصات اصحابه فما ينفعش بيت حد بقى زي التاني انا بستغرب الناس اللي يجيبه مهندس تيكور يقول له ايه اعمل لانتا فين انتو انتو فين زبكو انا بس في برنامجي ما عنديش ستايلست ولا اقبل ان يبقى عندي ستايلست ولا حد يلبسني انا اطلع على يلبس العلامة زي انا مو دي النهاردة قلبي سود يبقى ما يفعش للسائل تقول لي لا هتلبس احمر حشان كده انا بمثلش لان لو مثلت هيتضطروا هيحطوك فقالب اه فانا ما احبش هتحط فقالب احب بتحط فقالب بتاعي انا هو كل حاجة في الشريف مذكور عارفيني اللي بنشوفه وعلى الكدر كل حاجة موازة يعني النظر وما فيهاش ازاز انا عارف المعلومة دي ومنحوطة في شكل مواز مصري دي يعني تريد بتحب انت الحاجات المصرية هلوة هي انا احب اللبس المصري جدا فهنا كل حاجة برضو كل تفصيلها موازة حتى شكل الشجر والشجرة دي عارف الشجرة دي ايه الشجرة دي عارف عند البرج القاهرة طبعا ما تقولش دي زيها بس نفس النوع صغيرة نفس النوع صغيرة يعني دولت هيعودوا يطولوا ويغرزوا في الارض ودي الشجرة دي اسمها اللي بيسمهاه بالعربي ست الفواكه وبتطرح بتطرح نوع فاكهة لطيف جدا حاجة اسمها باشن فروت ست الفواكه دي حاجة تقريبا برضو نوع فاكهة ايه بس مش مصري اعتقد لا هي مش منتشرة في مصر وعندنا هنا برضو بص فوق هنا البابايا ياه مش عادي بقى اسمها في العربي ايه البابايا يعني ده عارفين هستنى لا اللي جديدة دي ها البابايا وبقين فاكر الارتلاك ده موز صح؟ ده لا هو مش موز بس هو الشكل شكل الموز سومش موز هنا بص البابايا دي لو هزناها لا انت بتهرج وانت اللي بتناقل شجر ده؟ لا بصراحة الحاجات دي مرات اخويا واخويا هم اللي لا بابايا ياه ممكن تقع لا 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 بتهرج انت عندوك كيك بوكس كمان هنا؟ اه كيك بوكس بقى العيال اللي ولاد اخويا بقى بيعضي يضربوا بعض دي اضربوا كنا معرف عالعب كيك بوكس على فكرة الجونتية تهي الجلاف زي وهنا دي ساعدة لعب بها وهنا بقى فيه سلم دي ما سيتم لاكش في كيك بوكس انت اصباح اه انا اصباح سامعين الباكبغان؟ سامعين كوكو ده كوكو ممكن اطلعهم القفز بس يعني ممكن يعمل مشاكل الكفاية اللي في الاول خدت بالك انت من حركة السلم ده بص كل سلمة شكل كل سلمة النايمة الايمة يسموها اللي هي دي بص ده غير ده غير ده غير ده غير ده اوكي والخشب والخشب ده الف خشب ده في حاجات كثيرة عند رافل بتمعولة بالخشب عواليك دلوقتي برضو حاجات معولة بالخشب ده خشب بتاع فلانكات بتاع المتر القديم اه احنا عاملين بي حاجات كثيرة في البيت حواليك برضوغرام وده بتجيبه منين خشب الفلانكات ده بيتبايع كل حاجات بتتباع وايه اللي خلاكت خارة تحط البيتها خشب فلانكات المترو يعني ده عشان ده خشب المترو ده سعى ليه يقودة مئة سنة وجيه عليه مية والطوبة وكل حاجة فخاص مش حاجر له حاجة ده بقى زال حديد تفضل يا أستاذ اهلاً وسهلاً من أول البيت كده جوه البيت اه انا في رحلة استكشاف كده انت جوه البيت كده جوه البيت الرئيسي المنطقة الرئيسية هنا بقى فيه سلم بيطلع على فوق على قوات النوم وغرفة المعيشة وهنا بقى فيه مقتنيات ممكن اقول عليها الحاجات انت بردو مجمحها بص انا و اهلي وكل حاجة هنا لها قصة وليها حكاية عايز انت عايز نشرح لك الحاجات كلها احتخد وقت كتير قوي يعني مثلا على سبيل المسال عندك على السلم اللوحتين دولت دولت الفنان قديم جداً سنة 1917 باسمه شامش ديان يعني حد مهم اوي واللوحات الليها قويمة هنا في المكتب ده بالكراسي احكي لك قصتهم هنا في القطعة برضو دي قطعة يعني فخمة كده بهو زي بوفي صغير زي بوفي صغير زي بوفي صغير ام الزبط اوكي وعدين هنا في السالون السالون ده خاص اكتر بولدتي وصحابه الفرنساوي كما قال الكتاب كل الخطع اللي فيه فيه حاجات من جهاز امي اه اه اغلبيته اه محتفظين بيها لسه اه طبعا اغلبيته جهاز امي اصلاً اللي كان في بيتنا القديم وماغينه عايزين هنا زودنا بعض الاشياء وهو طبعا من اكتر الحاجات المهمة اللي فيه السجادة دي السجادة دي ضخمة جدا اه دي هم سجادة هي اسمها تبسري هي معلقات يا معلقة دي معمولة من حاجة اسمها اوبيسون اوبيسون ده بتعمل كله باليد اه وهي ضخمة عشان الحجم ده نادر جدا انه يبقى موجود السقف هنا ده كله مرسوب باليد طبعا انا حاس ان انا دخلت فيلم انجليزي قديم فرانساوي عشان انجليزي بيأغير كده شوية انجليزي حاجات بني كتيرة بس تحسنك في عصر تاني احنا عايشين في عصر تاني او احنا عايشين في عصر تاني اصلا كورسيين دول والودي بتاع السالون اللي كان في بيت جدتي الله يرحمها وبعدين تعالى كده هنا يعني مش متخيل ان انا عايش بتعودوا هنا وتعملوا عادات كده اه 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 تحسن تحفى كده تعالى اعط اوكي استريح اهو عاسس بايه انت هنا في السالون احاس ان انا رجعت ستين سنة او سبعين سنة في بيت اسري مش في مصر بس ابو القهده مريحة على فكرة جد اه 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 بس في ايه يا سيدي بس انت اسرة جميلة يا شريف يعني الاسرة كلها عندها الروح مش انت يعني تحس ان الاسرة كلها فنية كنت لسه بتورديني مرات اخوك قعدة بترسم اه اه ابن اخوك الصغير ده اللي كنا نفسنا بيعزف درامز وحاطة وكبير بيعزف على الساكس عيلة فنية اه من التراز الرافية هنا بقى فيه الحاجات اللي هي الفضة دي من كل بلاد الدنيا دي من ايران دي من الهند دولة من الهند دي فرنساوي اه اه يعني كل حاجة من حت والرسم اللي في السقف ده رسم معمول ده عايز احكيلك بقى لحاجة حاسبه سوراكل بتاع ده ده بقى التقم ده احنا حاطينه هنا ده تقم ده بحيث انه طالع من والديزني طيب بص بقى ده تقم ايه ده حافز الاسد بعته للامي في جهازها لما اتجوزت اول هداية الفرح وعليه هنا العلم بتاع سوريا اوكي ده كله حاجة اسمها فضة شفتتي موسيقى دي بقى في مادة بورسلان اسمها سيفر دي اه اه لما امي اتجوزت يعني كان فيها المهر بتاعها ابويا كان حاطة فيها المهر بتاعها كانوا بيقدموا المهر ايه دي اه ومهره ما مكان كان لا ما عرف ده بعض قطعة قديمة جدا فرنش شينوا يعني صيني على فرنساوي تحت فرنساوي ومفوق صيني وقطعة ندرة شوائع والحاجات العليدي كلها حاجات وده بتحط في ايه ده كانوا بيقدم بار اصلا مفروض انه بار يعني بتحط فيه ازايز خام راقية بس احنا حطينه كده كقطعة انا عايز اكدلكو ان انا ما كنتش متوقع خالص ان انا نشوف الحاجات انا عايز ااجي بيت شريط قلت اكيد هلاقي عنده دولاب ومختلف بيت وشكل مختلف اه بيت وشكل مختلف انا عايز اكدلكو قط الصفر ده باب صفره بتاع جدتي انا ارحمها طبما جمي يهدو البيت انا اخدته بس ها ما كانش كده او كان ابيض ايه ده باب الصفره بتاع بيت جدتك ام 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 مرات الفريق اول محمد فاوزي اه فلما جمي يهدو البيت انا اخدت فكيت الباب كان ابيض وزير الحربية كما يعرفش هنرجع نتكلم عنه كتير تعال بقى نشوف ايه الصفره عندنا نحن لدينا الصفرة مقدس وهناك صفرة اللي نتغذى عليها انتو تتغذوا لسه على الصفرة نحن نتغذى كلها كلها نتغذى على الصفرة وبعدين نستخدم حاجات الصيني نستخدمه نحن لا 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 نستخدمه نحن كل يوم ناكل فيه و تشربه في الطوح فلدي و تضع فيها فروت سلد أو شيء حلوى و نشرب في الكاسات و في الأشياء الثانية و نأكل في هذه الأشياء و نضع الفوطة و كلام كل شيء هنا تشعر انت فعلا دخلت فيلم السينيما قديم يعني هذه الأشياء لا أعطيت أن تستخدم فعلا لا على فكرة أصحابنا أغلبيتهم فعلا البابا بيقعد هنا ماما بيقعد هنا وأنا هنا و أخي و مراته كل واحد في مكانه طبعا ما يتغير دي صفرة اللي بنتغد عليها و في صفرة اللي بنتعش عليها لا يعني موضوع مش صفرة عشان التانية فيها تليفيزيون فبنبقعدين نتفرج على التليفيزيون هنا ممنوع ممنوع طبعا ما نخش هنا ممنوع يبق معنا موبايل فعلا على فكرة أغلبية سوحابي ما يخشوا بيسيبوا الموبايلات في حتة كده عشان نقول احنا جينا نعود مع بعض مش جاهلنا نلعب من موبايل أو نشوف من ينكلم يعني وقت الغداء ولا في موبايل ولا في تليفيزيون لا طبعا دي من ساعة ما تولدت أن أكل فيها فعلا فعلا جهازها الأسرة فنية ومميزة لا على فكرة احنا طبيعين لا نيش ما بيتفتحش يا فندم في أي بيت مصري لا معدناش نيش فيه قطقم تانية للضيوف ده بجد ممشو صحيح في الغالة بتبقى في الجنينة بيبقى اهو زي ما احنا قعدنا قاعدة لطيفة جدا في الجنينة واتبساطنا جدا وقابلنا حاجات زريفة جدا في الجنينة بس احنا محسناش بالموضوع ده طقم بتاع الضيوف اوكي لا خلي بالكم الطقم العادي بتاع الضيوف والطقم الاسبيشيا بتاع البيت ايوة الطقم العادي بتاع الضيوف ده نأكل في ده مصري ده الطبيعي اللي بيطلع في البيت وده الطبيعي اللي بتاع الضيوف ده بتاع الضيوف احنا عكسنا هنا هنا بنقعد بالليل بنتعشة مع بعض عالصفرة ونقعد في راجعة تليفاجين دي صفرة جدا تومي الله ارحمها لسه مختفزين بيها دي صفرة بنتعشة نفس الترتيب بابا لا هي بيقعد هنا هنا هي بتعود هنا عشان ما بتحبش التفراج على التلوجين هي بتاكل وانا بقعد هنا واخوية وولاده بقى لو موجودين بيقعدوا معنا نفس الترتيب اللي هو لكن هنا هنا بقى الاوضة دي فيها بعض المقتنيات الرسامين مصريين معاصرين عبد الفتاح البدري ورفعة احمد يعني امي بتحب التقطني في طبلوهاد في كذا وفي طبلوهاد هنا كمان شكلها مصري معاصر فانا المعاصرين معادة دولت بس ومارتوا فانا انت الياني بس امشوكرا يسموه بفرحة انت بتحب الغنية يعني انا متأكد ان عندك مواهب فنية غير اللي احنا منشوفه لا ما عاشيش ولا غنى ولا فان منشوف رأسه وغنى في المدنامج انا برقص صاحب انا راقص جدا الموزيع الراقص لا امعرفش اغني انا صوتي وحش جدا امعرفش اعزف على اي حاجة ولا بترسم لا امعرفش ارسم خالص هو كل واحد في العيلة خد موهبة او شكرا بابا يبقى بيعرف يعزف كويس اولا او فضيعة الباب ده اه ده كان في مقبرة برضو عملت� candle لا سوانى ذا باب ايه ده كان في التربة بتحطي باب تربة بييتك اين مشكلة عامة الكفاعين فان اننا متخاف في تروح التربة همامة الديوف احمر كل واس ايه ده لا لا اشفاه تعال اقف جنبي هنا عشان نوريه اهم حاجة في الحمام ده الحوض عشان الحوض ده فنان طلياني هو اللي بيرسمها الحوض دي شايف معلش انا نغلي واقفها شوية ايه انت عامل باب الحمام باب في تربة ايه اما اشتريته مع الراجل قلت له ده كان فين قال لي ده كان في تربة او انا مش عارف في حيتة و حيت دخلت عند راجل عاجبك اما اطلع الببان انا كنت بسألو كل باب منين اصلا تمام فده كان في تربة فاخدته وركبته في الحمام ايه وفوق على فكرة فيك سبب كده ايه رأيك وتقول للناس اللي جايلك ان هما يخشوا باب لا ام عارفين انا ما بيخافوش الصحابين ما يخافوش انت ما تخافش خالص؟ لا انا ما تخافش خالص انا عارف انك كنت بتغسل موته الفاترة اش عايزين نكلف الموته ده في الحمام يا سلام يا سلام يا سلام شفت الحمام لا يعني انت انت ما عليش اشرح لي انت ليه كنت بتغسل الموته لا الموضوع ده قتلنا بأحسن انت النهاردة عملت عملت كلها حاجات جديدة ماشي ليه جبت باب تربة حتى تب ولا اما اعجبني يعني ما خفتش انا بعد اما اشتريت بعد اما انا اقيته قال لي ده كان في تربة فعادي قلت له طب ايه هايش فيه اتنين فوق تاني كده وخطرت الحمام فوق برضه بيتصرف حمام اللي هو كل الناس بتخش يا رب اسطر علينا انت ده هعمله باب تربة انا ما اعمل الانترو بتاعتي من عند الباب ده اعمل باب عند التربة ده بقى باب وقال لي مش عايز اتكلم عشان الحمام شفته الخوف اللي جواه ده باب هندي بس احنا معلقهم على الحيطة كده بالفالة بتاعته كنت انا اشتريتهم من الهندي سنة 92 الحاجات دي ما اروحت اول زيارة ودي ما بتؤمنش بالعفريت انت لا عفريت ايه انت اللي عفريت عام طب ايه سيوف دي دي واقس سيوف جدي اللي يرحموا كان فيه مرة انا كمان كنت حكيت في برامج برامج عن السيف ده ده سيف يمني اللي طبعا قيمة عالية جدا سيف امام اليمن زمان جدا وده سيف اللي جدي كان بيلعب بيه شيش او كان بطل مصر في شيش دي حكته يعني انا قلت ان احنا عايزين نتكلم عن فريق اول محمد فوزي طبعا وزير الحربية المصري انا عايز اقف الحقيقة يعني احنا شوفنا حاجات كتير من نحت ومن ساعة مدخلنا فهواضح قوي ان انت متعلق بيه والسيف ده يمكن اول مرة بيتعلق في التلفزيونات ده السيف ده اللي انجحت في سنوان العامة انا اول حفيد الكيبير عنده فقلت له عايز السيف امام اليمن فقداني السيدة ده اولا اه انا عايز اقف قدام تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي هو الفريق اول محمد فوزي اه يعني حسيت بايه ده كان سنة 2013 وكان ساعتها رئيس الجمهورية مستشار عدلي منصور وساعتها الرئيس السيسي كان فريق اول وكلموا جدي قالوا له عايزينكو تيجو في حفلة 6 اكتوبر حيتكرم فيها الفريق فوزي ورحت انا وخالي وسلمنا ساعتها على الرئيس عدلي منصور وساعتها كان الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي حبيبنا احنا بنحبه قوي بصراحة هو كان وزير الدفاع يعني وقلناه هم متشكرين قوي على التكريم ده هو تكريم ده طبعا ده جيمة اخر 44 سنة لأسباب معينة مش هنقولها دلوقتي بس هو فيه جزء معروف انه كان فيه خلاف بين مع السادات وكان فيه عدم ود مع مبارك بس انا علاقتي في الحياة بأسرة السادات علاقة قوية جدا بحرموه بولادو فعلا هم تصلحوا في مرحلة تصلحوا في مرحلة صالحوا بعد ما اخرج من السجن سجن سنتين طيب يعني انا طبعا عرفت منك كتير عن الفريق فوزي من البرامج اللي انت تكلمت فيها قبل كده وانا طبعا كنت مهتم ان انا سنع عنه بس عايزك انت اللي تتعرف الناس اكتر به هو اللي عارف ان فيه الفريق طبعا الفريق اول محمد فوزي وزير الحربية الاسبك بمسك الجيش المصري بعد نكسة 67 وهو اللي بنى الجيش كله وهو اللي اتحطت في فتراته وهو اللي بنى الجيش اللي كسب اللي انتصر في حرب اكتوبر واخد الجيش في فترة صعبة جدا مكانش فيه جيش مكانش فيه ده بجد وجاب الاسلحة من روسيا وتعمل خطة جرانيت واغلبية الحاجات اللي تنفذت في حرب اكتوبر المجيدة كانت اتعملت ايامه او اتقالت الخطة دي ايامه على سبيل المثال يعني القطحام خط برليف والساتر الترابي ده معموله سنة 69 الخطة مكتوبة سنة 69 بل كان معلها المهندسة اللي يرحمه باقي زاكي اللي معمول نفق على اسمه في الشرع التسعين ده كان في عهد الفريق فوزي ايلات بقى وتدمير ايلات وكل ده كان في عهد الفريق فوزي معركة رأس العش حصلت في بداية الفريق فوزي ميسة انجازات كتيرة عايزة حلقات الله يرحمه اللوحة دي عايزة تكلم عليها دي خاصة فانان مصري قديم هو مات من 20 سنة اسمه رقوف كان كل شغله كباب بس ما بيرسمش حاجة غيره و جنبيه لو تلاحظ الحاجتين القرى بس كدول على شكله قباب برضه اه شكلها عبقري اللوحة دي اه بفظيعة اهم من حاجاتها عندي في البيت لا 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 ده انت ده اولا جامعة لا ما عليش ده اكسكلوسف يا جماعة شريف مذكور وانت في اي سنوية؟ اولا جامعة شكرا الظهار جدا هنا في عددية انت كنت في جامعة ايه؟ قلة التجارة جامعة عن شمس عددية دي هنا اقول شكرا وانت شاب لا لا استنى اطلع لك ودي بقى ايها اه اوكي اوبا لاندي فيها 13 سنة تقريبا دي دي صورتي الاول سنة اشتغلت فيها موزيع سنة 98 اه 98 ده في التلفزيون المصري اه في اي تاني ابس كده طبعا بقى اولي دي شنة المدرسة بتاعة جديتي شايفين النضارة من هو في جامعة عاملة زي؟ اه دي مودة اوي ده الوات اه طبعا دي شنة جديتي بتاعة المدرسة ايا في الفروضة دي يعني سنة في العشرينات من الكرن الماضي دي طوح اه دي واحدة دي جماعة شايفين الشاكة كانوا بيلوحوا المدرسة ازاي؟ اه دي شنة المدرسة؟ اه والكتب فيه؟ تاعة الجرودة اللانش بوكس وبعدين هنا فيه اول لانش بوكس في التاريخ هنا الاعلام دي كانوا زمان المحمل تاعة الكسوة الكعبة وكده دي الاعلام اللي كانوا بيطلعوا والناس رايحة الحج دي الحقيقية؟ اه ده طبعا كسوة الكعبة كانت بتطلع من مصر اه دي بقى الاعلام اللي حجكرا بيبقوا معهم وهم هم سافرين فعلا بص ابو جديتي هو اللي عملت توسيعة الحرم الشريف المهندس رادل بحيل هنا بقى احنا تكليها في قطل النم لا بتهترك دي قطل النم من غير باب ما لأ soحي ها باب ليه في قطل النم علشان شقة يعني قطل النم بايب شقة يعني من مش شقة اما دي قط النام بايب علشان مش عارب بس احنا قوة النُوم بايب لقط yogurt لأ مش هم كلا قطلنم كل ده قطلنم مش كل دا بس هل أنا بأكده مفتوح لا بعده؟ لا احط الباب في ما. لا احبتلك فأنا تبص على الجنينة تحت بس والسرير الده كانت كنابة وانا قلبتها السرير من الهند ده فيه شغل فظيع وانو قبل خشب المعمول بسرير ده ما فيش منه خالص نادر جدا فعلا هذا السابات الغسيل وبعدين ده باب كنت اجابه من التبت انا كنت اجابه من الهند بس هو التبت يعني من التبت وتفتحه بقى كده شريف انت عايش حياتك لكده يعني اي كيفية التفاصيل دي هو قعت حاجة اه لا لا دي اقط الدرسنج اللي ممكن تخشه فيها بس انيعد البتاع اللي بقى عادته ده خش بقى كده طب لو هتقتلي اكتر حاجة بتحبها في الدرسنج بتاعتك لا انا كل هدومي بحبها اولا انا ماشتريش هدوم كتير اه يعني انا السنة دي ماشتريتش هدوم كتير تقريبا غير يعني حاجة اللي اشتريتها السنة دي ده بلوفر ده خلاص وبانطلون بس كل هدوم دي قديمة انا اقدر انا اكتر حاجة بحبها القميز ده ده كنت جايبه من باريس سنة 94 بصوا برضو سنة 94 ده من مركة كده اسمها له جاراج بس هي قفلت في الغالب انا بموت فيه طب ايش معنى ده اكتر حاجة بحبه لا انا بحس تفاصيل تفاصيل و انا اوي بس انا اولاي اللي انا بابلبس هدوم كتير و اولاي الاوي في الشراء واليومين اللي باجيبها بقياه هنا في الحاجات الامصان هنا في البلوفرات انا بحب علق البلوفرات والسويتشرت والجينسات بتاعتي انا بلبس غير جينس تقريبا وهنا في البيدر دي انا بجيش جنبها اللي انا بلبسهاش تلبس ايضا؟ لا شوية الجاكتات دي بحب ألبسها هنا في البوكسرز وهنا في البيجامات فوق بقى هنا الصيف الحاجات بقى الهدوم الصيف جوه فوق هنا انتخزينها فوق اوكي بنزلها و هنا بقى في وراء مين في مصر يفكر يجيب باد من التبت عشان يعملوا دريسين جروب لا انا مكنتش جيبه عشان اعمل دريسين جروب انا كنت جايبه بعد كده قررت اعملوا دريسين جروب البرفانات بقى او الحاجات الدلع والساعات بتاعتي الساعات دي برضو بتاعت جدي دي مكتوب عليها المملكة الهشمية عليها الاردنية من الملك ابو الملك عبدالله بتحب البرفانية انت؟ ما بحطش ما بستخدمها اش كتير بتجيلي هدايا بصراحة اها بايدين في ستسو حاجات بحب بقى ايه هنا بقى كل دي ديزاينرز مصرين ببعثوا لي بيجيبولي هدايا بتاعت بتاعتهم يعني هي باكيزة عندك وفي كازا حد حاجات بقى الكافلينجز بقى اللازرائل بتعطف الامصار يا جماعة بقى عندنا ديزاينرز دي هاجر هاجر نقول شاطرين بشكل مش طبيعي نبيل وباكيزة وهبا ميكلد كلهم عبا باشكرهم الطابع بقى المصري الفرعوني الحاجات اللي هي صعبة تلاقيها واحتفظ بالعلام بتاعتهم طب ايه احلى هدية جات لك لا اختال لي حاجة لا احلى هدية جات لي برا صديقي الانتينجا في طب تقول لي من اكتر الحاجات اللي بحبها بحب القميز ده قوي ده عملهولي محمد سامي ده مصري سامي ديزاين انا بحب القميز ده قوي ضحف اه اكتر حاجات اللي بحب ألبسها كمان الخيامة بتاعته مصري كله مصري في مصري بحب يعني الحاجات المصري طبعا الديزاينرز المصري بيعمل لي حاجات تجنن دي برضو ده برضو مصري اه 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 معمول وهنا بقى ده الحمي اه وفي بقى هنا اللي احنا شفناه من برا اللي هو الجاكوزي بقى اه بس هنا فيه تويلات ده مقفوله الحمد لله اه ده بس عمري في حياتي ما قفلته ما قفله ليه اه ما فيش حد خلاص وهنا ده وين بارات الحلوين اللي افل اه مش عايف حتصوروهم ولا حتقطعوهم عندكم عادي الحاجات دي هنا في الحد ده انا بحب قوي ده معمول من حجر نادر جدا ده حجر اه والمراية دي برضو مصري معمولة كلها بالصدف والرخيام ده اللي تحتيه لنور اللي بيه ده الاباستر هنا بقى جوا خش بس بقى الاسف النهاردة مفضي بيعملوا فيه صيانة ده السبا ده الاسبا عشانه هنا بقى نخرج وانا ده بس بقى الصبح ، الابا دي بتدخل وليد انسي الفناني العبكاري بقى بيعمل ازاز بشكروا عليه وعامل هاني لا ! لا معلش بقى ، ما عايزكم ببصوا التفصيلة ده دوش ده بصوا الدوش غايه من الابا يتحس ان الماء نزللك من السماء ايه واي كانا حضرتك قاعد هنا في الجاكوزي والماء بقى نزلالك من السماء كده من الأوبة والشمس ضربه من فوق فضيعة ايه ده المزاج ده؟ ده مين اللي عمل الاختراعي العقب فريده؟ انا اقسم بالله انا قبل ما بروح الشهر اجي عوده نافل بتاعدي الناس بقى بيفتكروني انها ايه عشان بابقى برق وصوم هايبر فالناس بقى بطعاتها حاجة اه انا بطعش انت بتعمل الدماغ يعني انا بعمل عايش بمزاجي فقا فهمت؟ ده السر ده سورة الفريق اول محمد فوزي اوكي طبعا الله يرحمه وهنا ده جدتي اه بس هنا في السورة دي ما كانش فريق اول كان ردبة اقل من كي مش فاكر ايه الردبة بس السورة دي هو بيحبها كان وكان حتها فوق مكتبه وبعدين ده البود بتاعه اللي حارب بيه في الحرب العالمية حرب العالمية التانية اه اوكي اوكي ده هوا ده اسني اه طبعا ايه اكتر حاجة بتفتكرها له يعني ايه الكلمة اللي معلقة اللي انا معرف انت كنت بتعلق بيه لا دحكته ما كان بيت حكة تقولت اول مرة دحك بعد ما خرجه من السجن اول مرة الناس شوفوا يبتسم كان مهوش عالمي هو في السجن بس اه لا يعني كل حاجة بنفتكرها له ايه اكتر حاجة علمها لك تاني لا الالتزامة والانضباط منضبطين زينا على زم في البيت يرغم ان اللي شوف شخصية اه طبعا بالنظام بس اللي شوف شخصية شيء ببرا يحس ان هو يعني مش منطلق منطلق جدا اصلا مش منطلق خالص اه طب ده يخلوني للسؤال والمعراكة معانش انا خدها على هامش البيت مع تامر امين لما قال انت عايش بشخصية غير اللي هو قال عليك يعني قال لفظه انا محبوش خالص هو يعني هو عامل طاري قدام الناس وهو مش يعني مش دي شخصيته الحقيقية تامر كلامه سم ما عرف انت ازاي ما احترامي لي بس هو سم كلامه سم احنا مش طحاب هوا ما يعرفنيش اسم برا ما شكله اولا تامر اتعمل ازاي عشان يحكم برا ازاي والجوا ازاي انا فكرا انا في البرنامج زي برا البرنامج ما فيش تغير خالص انا برنامج عندي فيه فقرة بتبقى جد وبقى جد فيه فقرة بتبقى فان بقى فان وفي الحياة اللي انا فيها برضو كده طيب احنا مش شكين على الجولة العظيفة دي انا كنت توقع هنلاقي حاجة مختلفة بس مش كده بس طبعا مش هينفع نبقى معاكوا عندنا بقى سئلة كتير حاجات ليها علاقة بالبيت وحاجات اكيد ليها علاقة كمان بشريف مطكول ان انت عندك تفاصيل كتير جدا في حياتك وبعد ده هنعمل تحدي البسين اللي احنا قلنا عريفه اه ايه ما استبيحها حاجة العصفورة قالت لنا انك بتغيب كده تختفي شوية عن صحابك وش حالف ايه بتاعك يرجع وكنت فين يعرفوا ان انت عطول كنت بتجيب حاجة تخطها في البيت اه اه لا يعودة دور على حاجة تيجي في مخي كده اعودة لفة لفة في الاماكن وفي الجالريات وفي المحلات لغاية ما تجيبها في الاخر وبتدفع فلوس كتير في الوضع ده اه الحاجة الوحيدة اللي ممكن ادفع فيها فلوس كتير هي الحاجات بتاعت البيت الغالية انما ما تجيبش ما تحبش تجيب جزمة غالية قوي مثلا تحبش تجيب بدلة غالية قوي لا 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 خالص مش انا كل واحد وليه حاجة يحب يسلم فيها رزقه يعني شريف مذكور عنده في حياته ثلاث قصص حب او ثلاث قصص خطوبة ممكن تقول ثلاث قصص ارتباط ساميها كده والثلاثة ما كملوش منجاح انا يعني مستغرب بصراحة الجو ان انت تربيت في الجو الاسري ده اللي احنا شوفناه ده اللي هو جو الاسري قوي واسرة قوي ونقعد على تربيزة واحدة وما عندكش شغف ان انا اعمل اسرة جايز يا حسن عشان ده مكافيني او ده يشبعني شفتك وانت بتتكلم برضو عن انك متحد يعني متدقى لو انت تتحراشت بيك لانك متربي على الاخلاق اللي هي لازم ما يمفيش حاجة غلط مين البنت اللي خليتش ليه ما تكون يضعف ويبصها لا مفيش انا عمري ما اخذ بربنا ولا اعمل حاجة حرامة عمري بصراحة؟ لا اكسم بالله حتى بقصص الخطوبة وانا شخص بيرف يتحكم في غراز وبيرف يتحكم في حتى في جوع وفي شبع زي ما كان عندي كانسر وانا مش حاسة انا عندي كانسر انا بعرف اتحكم في كل حاجة في جسن انت يوم ما جالك الكنسر تلعت على الهواء وسجلت لها اربع حلقات في مياه ورجعت البيت هنا عادي بليل جدا وهما كانوا هادين جدا هنا في البيت وانا هادئ جدا هنعمل عمليه امتى طب استنى واسجل حلقات رمضان طب ايه كذا 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 موضوع كانو دور برد ما كنتش خايف ولا الان ولا ايه انا عمري اخفت من حيك الحمد ايه اكتر مكلمة يعني حبيتها في او شجعتك في وقت اللي تعمل لا في كذا مكلمة لا فيه مكلمة من اسرة الزعيم الراحل الام محمد انور السادات فراحتني اوي حرمه حرمه وبناته مكلمة الكونج محمد بنير طبعا دي شجعتني جدا قالك ايه كانت اول مكلمة مرة يكلمها اه معرفوش جميل منير اول فانا بقوله مين لقيت رقم حلو كده اي انا محمد بنير محمد بنير مين قالي انا المطرب محمد قلت له كينج يا ايه شري بلا بلا دي كانت حاجة فراحتني جدا طبعا مكلمة وزيرت الصحة طبعا الحمد لله على السلامة وكان تعبان ولسه لسه الحمد لله راجع بألف السلامة وكان معانا في تلفزيون وليه بسه يبقى من ايام طبعا وزيرت الصحة مكلمتها وزيرتها ليا في الحقيقة استاذة ابحاني الوزيرة هالة زايد بابعت لها ألف السلامة وتحية انت جالك مرادين صعبين ورا بعض يا شايفين يعني جالك الاول الكانسر وبعدين جالك فيروس في الدم يعني حسيت بايه كل الوقت الفيروس في الدم كان اوحش الكانسر لا مكنش حاسب حاجة يعني بعد الشارع عليك وعلى الناس كلها انت بتحسش بواجع الفيروس الثاني كان لأ حرارتي تسعة تلاتين شهر اه لا فده كان قاطر بس انت انا كنت بتناقش معك وقولك انا احس ان دي كانت منح عليك للناس كتير او يحبتك الناس كتير جدا بتحبك من زي ما يريد جمهورة عريض كبير جدا لكن كمان فيه ناس تعرفت اكتر على الشريف مذكور في الوقت ده رأيك انا مش من نوعية الناس او مش من نوعية المشاهير يتقال عليك مشهور اللي بعد استنى مين هيكرهني ومين هيحبني فهم قصلي؟ انا لو فيه واحد بس نفر شخص واحد نصر هو اللي هيتابعني هبقى مسوط جدا طيب العصفورة برضو قالتلي انت شيفنا تقول ما بيسبش فرد لكن ما بيصليش في الجامعة اه صحيح كنت فترة كنت بيصلي في جامعة بص مش عايز حد يفهمني غلط بس انا بالنسبالي الصلاة خشوع وانا عشان اوصل الخشوع ده قعدت سنين اتضرب بيوجا عشان لما اصلي ابقى مركز فقط في الصلاة ويبقى فيه رابط بيني وبين السماء اه طبعا انا بروح اصلي في الجامع الناس مش عايز اعمل بس في نسبة كبيرة ما تحترمش الصلاة يعني تلاقي حد داخل المسجد بشغل الموبايل فهو احنا بنصلي تلاقي موبايلات بترن برنات فيها رأس ودربك فيه ناس بتخش ما بتبقاش محترمة النظافة الجسدية الشخصية ليها وعارفة انها هتوقف جنب حد فيه ساعات خطبة خطب بتتقال فيها كلام مش صح فبالأسف اين موقف اللي حصل لك؟ وحسيت ان ربنا كان واقف معي قوي دا كله لا ربنا دا واقف معي على طول يعني كنت في عمرة مرة من المرات فسجدت وقعدت على كده كنت في الكعبة فقلت يا رب يعني هاتلي حق ايه من الناس بقى اللي بتختبني العيلة ساعات بتزعل وبيتدايقه يعني حتى لو ما فرقش معي فالمهم بعد ما خرج وانا لسه بطوف قيت واحد جاي يقول لي شريف ايه قال لي ارجوك سمحني بصيت له كده قلت لحنا مخبطناش بعض قال لي بقى ايه انا ما اختبتك وقلت عليك كلام مش كويس وكده بصعتها اه قلت له ماشي يا فان ايه سمحتني سمحتني بجامد ها ياه ده ربنا انقاذه ده اه ده ربنا انقاذه قلت له ايه فان وراح بيسني وماشي ياه شفت بقى كده فعشان كا انا بقولك ربنا بيجيب لي حق ايه في الدنيا وفي الاخرى ام ايه ايه الحلم اللي عند شريف ما تقول اللي جاي يعني شريف ما بتحلم بيه كلها احلام خاصة بالبلد ما عنديش احلام حقيقة كل حاجة الحمدول انا ما بطلبش ان انا هو ربنا بيجيب لي انا كل اللي انا نفسي اشوف ابقى عيش واشوف مصر كده فاحسن نفسي كل المشاريع اللي احنا بنشوفها دي تخلص وحتخلص لان زمان كنا بنسمع المشاريع بتتنفس دلوقتي المشاريع بتتنفس بنشوفها احنا اتبساطنا جدا جدا ومبسوطين هتعرفنا على جانب جديد من شريف غير الحاجات اللي كنا كلنا شفناها قبل كده في اي مكان مبسوط ان انت قديتني الفرصة دي بجد بجد وانت عارف انا بحبك قدي ايه انت راجل مجتهد وطلع وصحفي نضيف وعندك ضمير وتراعي ربنا ومن غير زعل فيه للأسف اللي زيك في مجال الصحافة يعني ناس قليلة جدا ويتعدوا على سابع الادين للاتنين بث فاتمنى ان الصحافين الشباب اللي في سنة حضرتك ولي في الجيل بتاعك يمشوا على خطاك انت وزميلك المحترمين مجردش هدخلك بتاع اللولا ان انت راجل فعلا متربي انا عارف ومقدر جدا الفرصة الجميلة جدا دي ومبسوط جدا باليوم النهاردة وان انت ادتنا المساحة دي ونحن عندنا تحدي هننزل بسين هننزل بسين ما عرفش انا هقل عشاك ذاك انا انسان الصيفي ومخاف من البرد بس طرام شريف مذكور بيعملها هنعملها حافظ اصفالكم الوقت هنشوف هنعمل ايه هنشوف هنعمل ايه الجيل بقى الجديد يقوله على الجيل بتاعنا ان احنا ايه عباد جيل وشيقولوا علينا فراغ وشيقولوا علينا ايه احنا في فبراير هنشوف بعد اخر حتى حداد الوقت وهاغلبه عشان نثبت ان الجيل الجديد اقل من الجيل الهديم هنخايف على الجاكت واستفسيني بقى وان خلاص هاغلب شريف مذكور دلو اتحلل هنشوف هنشوف بقى بقى تتلقى اه ابقى امع من الشيطة اصفال اتقل ان اصفال اخي اصفال قبر اقصف تبقى اصفال هل تصدني بيه ده من عرضك؟ يعني.. ده حسنسة انا حتى لا يعجب نشديد الجديد برنا هاهاهاها ان شاء الله المردك جاية ننواركو يا تليميسي جليم بس هاليا خلاص بيغلق 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 تنفق لك بيغلق سوف نجيلك ثاني نورتوني باي باي هههههههه شكرا بيغلق 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 شكرا